بعد تطبيع بعض الدول العربية علاقاتها مع نظام الأسد تحاول دول داخل الاتحاد الأوروبي أن تغير سياساتها باتجاه التماشي مع مصالح النظام السورية رغم سجل النظام المتخم بانتهاكات حقوق الإنسان وتسببه بقتل قرابة نصف مليون سوري وتهجير الملايين هذا ما كشفت عنه مجلة فورن بوليس الأمريكي مشيرة إلى أن الدوافع لهذه الدول تتمثل بالميول الناتجة عن صعود اليمين المتطرف لديها وتنامي مشاعر الإسلاموفوبيا فضلا عن سجل المهاجرين والسياسات الموالية للأقليات الصحيفة ورغم إضاءتها على كل ما سبق إلا أنها رأت أن جهود التطبيع مع النظام ضئيلة نسبيا بسبب ما سمته القوة الرادعة لقانون قيصر الذي يفرض العقوبات على أي كيان يتعامل ماليا مع النظام السوري مضيفة أن استمرار السعودية ومصر وقطر بمعارضتهم الشديدة لإعادة الإنخراط الإقليمي مع النظام يضع جدارا أمام تطور هذه الجهود الرامية لإعادة العلاقات معه ورغم تحذير الصحيفة الأمريكية من خطورة ارتفاع الأصوات لدى بعض دول الاتحاد الأوروبي المعارضة لسياسة عزل النظام إلا أنها تؤكد بأن الاتحاد مرتبط مؤسسيا بالموقف الدولي الراسخ بشأن سوريا والقرارات الأممية ذات الصلة والحاجة إلى ما يسمى بالتسوية السياسية الشاملة فضلا عن مواصلة الاتحاد معارضة ومنع أي أنشطة متعلقة بالمساعدات في سوريا من شأنها أن تعود بالفائدة على الأسد مواقف بعض الدول الأوروبية لربما دفعت واشنطن لتجديد إضاح موقفها من الأسد حريف روسيا وإيران حيث جدد المتحدث ومنسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي تأكيده على أنه لا يوجد أي تغيير في الموقف الأمريكي بشأن سوريا ولا نية لدى واشنطن برفع العقوبات عن النظام السوري